السلام عليكم ورحمة الله هذا فيديو يشارح لي التجربة الثانية من تجارب مختبر ميكانيك التربة لطلبة المرحلة الثالثة في هذه التجربة راح نتعرف على ما يسمى بفحص Liquid and Plastic Limits أو ما يطلق عليه بالأتر بيرج Limits بالبداية خلي ننطف التعريف بسيط ل Liquid Limits وال Plastic Limits اللي هي حد السيولة وحد اللدونة بالنسبة إلى Liquid Limits ممكن أن نعرف Liquid Limits على أساس أنه المحتوى الرطوبي هو محتوى الرطوبي هو Water Content هذا المحتوى الرطوبي هو يعتبر الحد الفاصل بين تصرف التربة كمادة سائلة Liquid Material وتصرفها كمادة لدنة Plastic Material أما بالنسبة إلى Plastic Limits لوحد اللدونة هو أيضا محتوى الرطوبي لكن هذا يفصل بين تصرف التربة كمادة لدنة Plastic Material وتصرفها كمادة شبه صليبة اللي هي Semi Solid هذا تعريف مختصر بعدين بالمحاضرات النظرية راح نطرق إلى هذا الموضوع بصورة مفصلة أهمية هذا الفحص تأتي من أهمية هاي الخاصيتين Liquid Limits وال Plastic Limits معرفة هاي الرقمين حقيقة تعطينا فد دليل تقريبي لخصائص التربة الهندسية هاي واحدة وكذلك أيضا تستعمل لتصنيف وتعريف التربة المختلفة بالنسبة إلى الـ Equipment أو الأدوات المستعملة في هذا الفحص عندي ما يعرف بالكازي جراندي Liquid Limit Apparatus اللي هو هنانا هذا هو Liquid Limit Device يستعمل لفحص Liquid Limit يعرف بالكازي جراندي نسبة إلى العالم كازي جراندي اللي هو اقتراح أو اختراح هذا الجهاز الجهاز يتألف من طاسة كازي جراندي أو كازي جراندي كاب وأيضا عندي هنانا رابر بلايت بلايت مطاطية صليبة تكون وعندي هذا الذراء اللي من خلاله أحرك الكاب هذي هذي بالنسبة إلى الكازي جراندي Liquid Limit Apparatus عندي أيضا ما يسمى بالـ Groving Tool اللي هي فد آلة أو أداة لعمل شق في التربة كذلك عندي سبتولة أو سكين تسوية عندي نموذج التربة وعندي مجموعة من الـ CanS من العلب المعدنية اللي من خلالها أقدر أستعملها لإيجاد المحتوى الرطوبي لنماذج التربة المفخوصة طيب بالنسبة إلى الـ Procedure أو طريقة العمل بالبداية راح نأخذ Liquid Limit وطريقة إجراء التجربة الخاصة لإيجاد Liquid Limit للتربة عندي مجموعة خطوات تبدأ بالخطوة الأولى اللي هي أنه أخذ كمية من التربة تقريبا 250 غرام إلى 300 غرام هذه التربة تشترط أنه تمر من منخ الرقم 40 اللي حجم الفتحة مالته هو 0.425 مليمتر هذه أخذ تربة معينة وأجي أمررها من منخ الرقم 40 وأخذ المار المار أخذها بكمية مقدارها 250 تقريبا غرام أو 300 هذه الكمية أخذ جزء من عدها جزء أكبر من عدها حتى أشتغل عليه تجربة Liquid Limit الكمية اللي أخذها أضيف عليها ماء ماء أضيفها بصورة منتظمة بصورة تدريجية إلى أن أحصل على ثد Uniform Based ثد عجينة منتظمة هذه بالنسبة إلى الخطوة الأولى بعد أن حصلت هذه العجينة أجي أخذ جزء من هذه العجينة وأخليها أين؟ أخليها بالطاسة الخاصة بجهاز كازي جراندي بعد ذلك أستعمل الاسباتولة أستعمل هذه السكين حتى أعمل فد سطح مستوي وصقيل للتربة أو عجينة التربة اللي خليتها على الكازي جراندي كاب وضع التربة أو وضع العجينة بهذا الشكل المستوي والأفقي والصقيل رح يضملي أنه أحصل على maximum thickness لعجينة التربة داخل الكاب هذي مقدارة ثمانية ملي متر هاي من ضمن خصائص الكازي جراندي كاب الآن التربة ماتي إش أسوي لها؟ العجينة أخذ هذه الـ Groving Tool طبعا هذه أما بلاستيك أو معدن أخذ هذه الـ Groving Tool وأعمل شق أعمل شق بعجينة التربة اللي خليتها على الكاب هذي الشق هذا يبدأ من الأعلى إلى الأسفل بمعنى آخر أنه أنا جاي أفصل التربة اللي خليتها إلى جزئين جزء أيمن وجزء أيسر رح يكون هناك فراغ بين هاي الجزئين طيب الآن نموذج التربة مالتي معد للفحص عملية الفحص تكون من خلال تدوير ذراع جهاز كازي جراندي تدوير منتظم تدوير المنتظم هو تقريبا فالدورتين بي الثانية الواحدة من خلال تدوير هذا الذراع الشي اللي راح أصير إنه هذي الكاب هذي الطاسة راح تصعد تصعد مسافة واحد سنتيمتر وترجع تنزل على البليت هذي هاي العملية صعود وخبوط الكاب هذي راح أحصل على ضربة هاي الضربة هي سميها إن طبعا بعدين راح أحسب عدد الضربات طيب عدد الضربات هذي يحسب هي الآلية كيف راح تكون بصعود هاي الكاب ونزولها مرة ثانية جزئي التربة أو جزئي عجينة التربة اللي هي على يمين ويسار طاسة كازي جراندي راح تحاول تلتصق مرة ثانية عملية الالتصاق اعتيادي تبدأ بنقطة معينة وبعد ذلك مسافة الالتصاق تزيد راح تكبر أتوقف عن تدوير جهاز كازي جراندي عدد ما يكون أو عدد ما تكون مسافة الالتصاق مقدارها 13 ملي متر إذن المصطرة مالتي بإيدي أبدأ بتدوير ذراء كازي جراندي هذا وأحسب عدد الضربات عدد الضربات قلنا هي صعود الكاب مالتي صعود الكاب هاي الطاسة ونزولها مرة ثانية راح يحدث صوت أنا أحسب هذا الصوت أحسب هاي الضربات وأحسب عدد الضربات اللي بيها مسافة الالتصاق بين جزئية تروة يكون مقدارة 13 تقريبا ملي متر أو نصف إنج الآن أسجل عدد الضربات إذن قصر عندك 20 ضربة 30 ضربة يعني أي عدد من الضربات أسجل هذا العدد الآن أنا مو كل الضربات أو كل المحاولات راح أخذها اللي أخذها فقط إذا كان عندي الآن عدد الضربات هي تراوح من 15 إلى 35 ضربة فإذا كان عدد الضربات اللي بيها حصلت مسافة الالتصاق بين جزئية تربة هي أقل من 15 ضربة هذه المحاولة تهمل أما إذا كان عدد الضربات اللي حصلتها هي أكبر من 35 ضربة فهذه المحاولة أيضا تهمل أخذ فقط المحاولات اللي بيها عدد الضربات لالتصاق جزئي التربة على مسافة 13 ملي متر هي من 15 إلى 35 ضربة الآن الشي اللي أسوي بعد أن حصلت عدد 2 من 15 إلى 35 أجي أخذ نموذج من هذا التربة الموجودة على على الطاسة هذه وأوجد لها المحتوى الرطوبي أخذ فد 10 إلى 15 غرام من التربة الموجودة على الكب ماتي أخذ وزنها طبعا بدأي أخذ وزنها الرطب وأخليها في واحدة من هاي الكانز الموجودة عدي واحدة من هاي العلب المعدنية بعد أن أخذ وزن العلب المعدنية فارغ أخلي بيها نموذج التربة ماتي اللي هي من 10 إلى 15 غرام وأخذ الوزن الكلي اللي كان زائداً الـ الآن أجي أخليها بالفرن لمدة 24 ساعة على درجة حرارة 105 زائد ناقص 5 لمدة 24 ساعة بعد الـ 24 ساعة يعني باليوم التالي أجي أخذ وزنها وهي جافة وبفرق الوزنين والتقسيم على الوزن الجافة مثل ما عرفنا القانون أو العلاقة اللي بيها أقدر أجد المحتوى الرطوبي أقدر أجد مقدار ما تحتوي هذه التربة من محتوى الرطوبي هاي الخطوات من 2 إلى 5 أرجى أعيدها فد 4 إلى 5 مرات أي أنه راح أخذ فد 4 إلى 5 نماذج الشيء اللي أغيره بكل مرة هو المحتوى الرطوبي يعني بالبداية أحاول أنه أخذ العجينة مالتي يعني الجزء هي لا تكون جداً لينة أو جداً أو تحتوي على ماء كثير ماء اللي بيها قليل هاي بالمحاولة الأولى المحاولة الثانية أحاول أزيد المحتوى الرطوبي زيادة المحتوى الرطوبي ما راح يسوي لي؟ راح يقلل لي طبعاً عدد الضربات لأنه كل ما زادت زاد المحتوى الرطوبي قل عدد الضربات اللازمة لأنه هذا الفراغ اللي بين جزئي التربة يرجع ينغلق مسافة 13 مليمتر أنا كل مرة الشي اللي أسويه أنه أضيف كمية قليلة من الماء حتى أزيد المحتوى الرطوبي وأيضاً يعني بعد أنه أخليهم على الكب هذه أعمل شق أيضاً بواسطة الجروبينغ تول وأشغل الجهاز وأحسب عدد الضربات اللازمة وأيضاً أخذ نموذج من التروة حتى أوجد له المحتوى الرطوبي إذاً تلاحظون أنه نحن في كل محاولة سيكون عندنا رقمين الرقم الأول هو ال-N عدد الضربات والرقم الثاني هو المحتوى الرطوبي أو ال-W طبعاً النقطة السابعة والأخيرة لأنه لا ننسى أنه فيه بعد كل تجربة ننظف أدوات العمل حتى يستخدم تستخدم من قبل المجاميع الأخرى فمثل ما قلنا بالنسبة إلى ال-Results أو النتائج راح تكون عندك على شكل جدول بالبداية ترتبها على شكل جدول وبعد ذلك ترتبها على شكل مخطط الجدول شنوبي اللي هو جدول خاص بال-Liquid Limit Test الجدول شنوبي بـ Number of Trial محاولة مالتك بـ Can Number اللي هو رقم العلبة المعدنية كفت رقم معين على العلبة هذا يعني تاخذ رقمه حتى بعدين تقدر تعرفه بعد أن تاخذ الوزن الجان تاخذ وزنه وزن ال-Can نفسه وأيضاً بعد وضع ال-Wet Soil على ال-Can تاخذ وزن ال-Can زائداً وزن ال-Wet Soil بعد ذلك بعد أن تجففه لمدة 24 ساعة تاخذ وزن ال-Can مع وزن ال-Dry Soil فإذن هاي الأربع Coulombs هاي الأربع Coulombs هاي تسويها بالمختبر أثناء إجراء التجربة بالنسبة إلى ال-Coulombs البقية رح تمليها بعد أن تاخذ الوزن الجانب بعد 24 ساعة إذن بعد 24 ساعة ناخذ وزن ال-Can زائد ال-Dry Soil اللي استخرجناه من الفرن وبذلك نقدر نجد ال-Wet of Dry Soil وزن التربة الجافة ووزن الماء أيضاً نقدر نجده ونطبق المعادلة اللي هي لإيجاد ال-Water Content أو ال-Moisture Content وأيضاً ندرج هنا ال-Number of Blues عدد الضربات الشي اللي راح نستخدمه في هذا الجدول في هذا المخطط لهذا المخطط هو آخر كولومين آخر عمودين اللي هما شنوما ال-Water Content و-Number of Blues عدد الضربات نجي إلى هذا المخطط هذا المخطط هو لإيجاد يعني إحنا لحد الآن بعد ما وجدنا ال-Liquid Limit على كل هذه المحاولات بعدنا لحد الآن ما وجدنا ال-Liquid Limit إيجاد ال-Liquid Limit راح يكون من خلال هذا المخطط هذا المخطط شنو بيه؟ بيه على المحور العمودي ال-Water Content وبيه أيضا على المحور الأفقي ال-Number of Blues الآن اللي وجدناها بالمحاولات لكن هنا ال-Number of Blues هو ب-Logarithmic Scale هذا المخطط يسمو Semi-Logarithmic Scale أي إنه المحور الأفقي راح يكون بمقياس logarithmic تقدر تستعمل هذا المخطط أنا خليتها إليك هنا بال-Document الخاص بالتجربة حتى تستخدمت فالشي اللي أسوي إنه قلنا في كل محاولة نوجد رقمين الرقم الأول هو ال-Water Content والرقم الثاني هو ال-N فأجي مثلا للمحاولة الأولى المحاولة الأولى جيد كان عندي ال-Water Content هل نقول فد أربعين وال-N هو فد خمسة عشر ستة عشر نأرسم نقطة خلي نقطة المحاولة الثانية أخلي نقطة ثانية نقطة ثالثة نقطة رابعة فد أربع محاولات وأجي أمرر خط مستقيم بين هذه النقاط الخط المستقيم هو مو شرط يمر بكل النقاط يعني هو نسميه هو أفضل خط مستقيم يمر بين النقاط عادة ما راح تلقى أنه الخط المستقيم هذا يمر بالنقاط نفسه لكن راح يكون يمر بين النقاط الآن بعد أن رسمنا هذا الخط المستقيم الآن شنو هو Liquid Limit Liquid Limit Liquid Limit يعرف على أساس أنه هو المحتوى الرطوبي المقابل أو المرادث أو corresponding to عدد ضربات مساوي إلى 25 ضربة أي أنه بعد أن رسمت الخط المستقيم مالتك هذا الشكل هذا أجي على الرقم اللي على المحور الأفقي اللي يقرالي 25 شوفين الـ 25 هنا أنا موجود أجي أصعد خط من الرقم 25 على المحور الأفقي راح يلتقي أو راح يقطع الخط المستقيم اللي رسمته راح يقطع فيه نقطة معينة هاي النقطة أجي أسقطها على المحور العمودي حتى أجد الـ Water Content هذا الـ Water Content هو Liquid Limit إذن الـ Liquid Limit هو المحتوى الرطوبي المقابل لعدد ضربات مساوية إلى 25 ضربة لو حدث أنه مصادفة رأساً فد وحدة من المحاولات بصت فطلعت أنه الـ N مالتك عدد الضربات تساوي 25 فأنت بهالحالة بعد ماكو داعي تسوي هذا المخطط تقول رأساً أنه عدد ضربات تساوي 25 راح توجد المحتوى الرطوبي لهذه المحاولة وتقول أنه هذا المحتوى الرطوبي هو الـ Liquid Limit لهذه التربة طبعاً راح ناخذ أيضاً تفاصيل أكثر مثل ما قلنا عن هذا الفحص في المحاضرات إن شاء الله هاي بالنسبة إلى الـ Liquid Limit بالنسبة إلى الـ Blastic Limit لا شوية الشغلة أبسط من هذه الـ Blastic Limit أو حد اللي دونه التربة المتبقية عندنا من الـ 250 أو 300 غرام أيضاً نضيفها ماء كمية الماء المضافة في هذا الفحص هي أقل من الماء اللي ضفنا بـ Liquid Limit يعني إحنا نريد أن نسوي فد عجينة العجينة ما تكون بصورة سائلة يعني كمية الماء اللي تكون بها تكون قليلة طيب سوينا هاي العجينة مالتنا راح ناخذ فد كمية منها اللي هي فد 20 غرام حالة العجينة اللي ناخذها حتى نتعرف عليها لازم أنه تكون ما تلتصق باليد It does not stick on the palm of the hand يعني ما تلتصق براحة اليد العجينة اللي نسويها أو كمية الماء اللي نضيفها حتى نسوي العجينة مالتنا بحيث تكون العجينة ما تلتصق براحة اليد هاي العشرين غرام اللي أخذناها خليها باليد ونجي ندحرجها على فد بلايت زجاجي بحيث الدحرجة تكون من خلال الأصابع يعني تستعمل أصابعك تخلي العجينة ودحرج هاي العجينة على الـ إلى أن تنقطع يعني راح تشكل عندك بعدين تشريط من التربة وبالأخير راح ينقطع هذا الشريط بعد أن ينقطع هذا الشريط راح نجي انقيس انقيس قطر هذا الشريط في منطقة القطع راح يكون عندي مثل ما قلنا جزئين بعد القطع راح يكون عندي جزئين للشريط هذا نأخذ أي جزء وبالمصدر أيضا انقيس القطر اللي ينقطع به هذا الشريط فإذا كان القطر هذا مساوي إلى ثلاثة مليمتر معنى ذلك أنه مقدار الماء اللي خلينا أو مقدار المحتوى الرطوبي الموجود في عجينة التربة هذه هو اللي يمثلي بلاستيك واضح إنه إذا كان عندي إذا حصلت على قطر في منطقة القطع بعد أن أسوي العجينة وأجي أدحرجها بأصابعي على الجلاس بليت راح تنقطع مثل ما قلنا راح تكون عندي مسافة قطع أجي أقيسها بالمصدر أشوفها إذا ثلاثة مليمتر فمعنات أنه هي هاي الرطوبة اللي يتمثلي البلاستيك المت طيب إذا لا إذا كان ديامتر أوف ثريد لازدان ثلاثة مليمتر وإذا بتكراكس إنه ديامتر هو أصبح أقل من ثلاثة مليمتر وبدون أن ينقطع نستمر بالدحرجة ونشوف إش وقت يقطع إذا استمرنا وشفنا أنه مسافة أو الجزء التربة اللي جاي نسوي له دحرجة هو صار أقل من ثلاثة مليمتر بدون أن يحصل القطع مع ذلك إنه الووتر كونتينت الموجود بالعجينة هو أكبر من البلاستيك ليمت فإحنا بهالحالة شنسوي نضيف له شوية تربة نضيف له شوية تربة أو نحاول نعجن التربة باليد يعني عجن التربة باليد راح يخلصها من مقدار من الرطوبة اللي تحتوي ونرجع ندحرج التربة مرة ثانية مثل ما قلنا إلى أن نحصل قطر القطع في منطقة القطع مساوي إلى ثلاثة مليمتر الآن نأخذ هذا الجزء أو نأخذ هذه العجينة اللي انقطعت عدي وأيضاً أجد لها المحتوى الرطوبي بأنه أيضاً أخذ فتكان معين من الكانز اللي يعدي من العلب المعدنية اللي يعدي أخذ وزن العلبة أخذ رقومها أخلي بها التربة الرطبة أخليها بالفرن لمدة 24 ساعة وأجي أخذ وزنها بعد الجفاف حتى أجد الموستر كونتينت هاي العملية راح نجريها لي ثلاثة نماذج من التربة حتى نجد الأبريج لتجد الأبريج بالتجربة الأولى نجري التجربة ثلاثة أربعة مرات حتى نرسم لكن هنا أنا فقط حتى ناخذ الأبريج أي أنه المحتوى الرطوبي في كل مرة أوجد ثلاث مرات فإذا ثلاث قيم عندي أقسمها على ثلاثة حتى أوجد الأبريج لـ البلاستيك المت فإذا أيضا عندي جدول الجدول B نمبر اللي هو رقم المحاولة و الـ 10 number أو الـ Can number الـ 10 نفسه هو الـ Can 10 هو نفسه الـ Can أو العلبة المعدنية الـ Weight of 10 وزن الـ 10 ووزن الـ 10 مع الـ Wet Soil ووزن الـ 10 مع الـ Dry Soil أي أنه بالأخير أريد أن تجد الـ Water Content لنموذج التربة اللي في حصده أيضا عندك بالمناقشة عندك مجموعة أسئلة مطلوب أنه تجاوب على هاي الأسئلة من ضمنها أنه أريد أنك تعريف للـ Liquid Limit والـ Plastic Limit للتربة السؤال الثاني اللي هو تقريبا أهم الأسئلة عندي فد طريقة بديلة لإيجاد Liquid Limit ويتعتمد على معادلة معينة أريدك تطبق هذه المعادلة واتقارن بالنتيجة اللي حصلتها من خلال الرسم هذا هو المطلوب بالنقطة الثانية نقطة الثالثة هو تعريف لـ Plasticity Index هذا تقدر توصل له من خلال المحاضرات اللي عندك يعني إذا لحقنا ناخذ المحاضرات من هذا الفصل قبل أن نسوي التقرير فخير على خير تقدر تعرف شنو هو البلاستيسيتي اندكس وإذا ما عرفت أو ما لحقنا ناخذ المحاضرات ابحث عنه بـ وأعرف شنو هو البلاستيسيتي اندكس أيضا السؤال الرابع اللي دائما يتكرر به في التجارب بالمناقشة إنو أريدك تحكيلي على مصادر الأخطاء اللي صارت عندك شنو هي الأخطاء اللي ممكن أن تأثر على نتائج مالتك اللي حصلت عليها بـ المختبر هذا بالنسبة إلى تجربة Liquid Limit والBlastic Limit وشكرا جزيلا لكم